تتواصل فعاليات وندوات معرض القهر الدولي للكتابة في نسخة الخامسة والخمسين وسط اقبال جمهري كبير تأتي هذه الدورة تحت شعار نصطع المعرفة نصون الكلمة وتقام الفعاليات حتى السادس من فبراير الجاري بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب أيام قليلة ويسدل معرض الكتاب السطارة عن دورته الخامسة والخمسين دورة اتسمت بالتنوع الثقافي والمعرفي الذي تركز في ندوات تثقيفية ونقاشية بين الكتاب والزوار وضيوف الشرف لكل ندوة على حدة أرقام قياسية حقيقة معرض الكتاب يوم الجمعة الماضي بالتأكيد الكل شهد ملحمة وطنية ثقافية كانت هنا على أرض مركز مصر للمعارض والمؤتمرات في معرض الكتاب فيه فكرة احنا شغالين عليها تتعلق بشركة قابضة تستطيع إيصال السلع إلى المستفيدين بالتأسيط بدون فوايد ولكن بنظام يمنع الغرم في السجن المزاوجة ما بين الحياة وكرة القدم زي ما قال الفيلسوف الفرنساوي سارت قال إن كرة القدم هي مجاز الحياة هي تدليل على أن كل المسائل الإنسانية اللي موجودة في الحياة هي موجودة في كرة القدم وتميز المعرض هذه المرة باهتمام مباشر بكتب الأطفال مما شجع الأهالي والمدارس المختلفة والصحاب الطلاب للمعرض ليشاركوا بآرائهم في وقت الندوات وليكونوا شخصياتهم في أوقات أخرى بشرائهم الكتب والقصص والروايات بصراحة المعرض جميل ومنظم وكل حاجة فيه وأسعاره كويسة جدا وبصراحة المعرض جميل وكلنا هنستفد منه إن شاء الله أول مرة يجي والروايات حلوة جدا وفي حاجات منظمة وكل حاجة لوحدها وحلو جدا أنا بحب أقرأ الكتب يعني الأطفال شوية بس مش الكتب وكده يعني والصراحة المعرض حلوة قوي وانتبسطنا جدا انبهرت من الكم مبدئيا اللي موجود عدد الزوار اللي موجودين كم كبير جدا المعرض استقبل حتى الآن في سابقة هي الأولى من نوعها أكثر من ثلاثة ملايين في العشرة أيام الأولى وما زال الإقبال مستمر لجميع الأعمار والجنسيات من العشر صباحا وحتى الثامنة مساء كاريم بيبرس التلفزيون المصري